شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا والنفي هنا بلا إله قد يقول قائل أنه موجود آلهة تعبد من دون الله فكيف يصح النفي النفي متجه إلى العبودية بحق أما العبودية بالباطل وهي عبادة ما دون الله جل وعلا أو من سوى الله جل وعلا فإن كانت موجودة إلا أنها في الحكم معدومة إلا أنها في الحكم معدومة تقدير الصحيح في كلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله أما من يقدر المحذوف بقوله لا موجود فهو مخالف للواقع يوجد من يعبد من دون الله لكن من يعبد بحق دون الله جل وعلا لا يوجد فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا فهذه تنفي العبادة عن جميع من سوى الله جل وعلا فلا يتقرب إلى أحد كائنا من كان لا ملك مقرب ولا لنبي مرسل بأي عبادة مما اختص الله به منها لأحد كائنا من كان وبعض من ينتسب إلى الإسلام تجده يردد هذه الكلمة وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بمختضاها بل يعمل ما يناقضها فتجده نسأل الله السلامة والعافية وهو يقول لا إله إلا الله يعبد غير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطوف بغير بيت الله ولذا الذي يعرف معنى لا إله إلا الله ويعبد الله على بصيره هذا هو الموفر من المشركين من يعرف معنى لا إله إلا الله ولذلك امتنع من قوله وهو بهذا أعرف بمعناها من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يقولها بلسانه ويأتي بما يناقضها وبئسا من كانت حالته في أصل الأصول أظل وأجهل من أبي جهل ونظرائه وأقرانه أبو جهل لما قيل له لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إله واحدة يعرف معناها أنها تنفي جميع المعبودات من دون الله جل وعلا وكثير من من ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله تجد يأتي بما يناقضها نسأل الله السلامة والعافية